العبارة عندهم كان التدين مصري بيقول إيه؟ بيقول كده بيقول إيه علامة تدين الإنسان علامة تدين الإنسان فيه سبع سمات مش أطول فيها لكن فيه سمة مهمة جدا إن علامة المتدين المصري أنه طيب الطيابة فنقول فلان دوت متديني يعني فلان ده طيب طيب يعني إيه؟ إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة فطيب يعني إيه؟ طيب يعني ثلاث سمات زي ما حدث النبي قال سهل هي لين ورسول الله قال إن الله حرم النار على كل هي سهل لين طب أنا دايما أقول للناس في تأملات الحديث رسول الله ليس هذا يتكلم عن نار الأخيرة فقط بل يتكلم عن نار النفسنة والمنافسة ونار الأحقاد ونار الغل والحق فإن في الأولى نارا كما في الآخرة نار وإن في الأولى جنة كما في الآخرة جنة والدليل على ذلك ووتو به متشابهة ففي جنة في الدنيا قبل جنة في الآخرة ولزاك الصحابي رسول الله ما قالش سيدخل عليكم رجل سيدخل الجنة لا أليه حضرت النبي سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة وعيش في الجنة وده مش صعب إحنا لما نكون في مثل هذا المجالس فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم بالرياض الجنة فارتعوا أهل اللبأ هم دائما من أهم اسمات أهل الله أنهم لا يؤجلون جمال العيش مع الله إلى من بعد الموت بل هم يعيشون مع الله في جماله الآن ولذلك ولمن خاف مقام ربه جنتان جنتان نحن سيدخلون الجنة فالجنة الأولى في الدنيا قال إذا كنت في معية الكريم فكيف يؤخر علي النعيم إذا كنت أنا في معية الكريم سبحانه تعالى هيأخر علي النعيم ولذلك اللي حاصل هو بيعيش في نعيم في الدنيا قبل الآخرة وكان ديها شيخ زمان قابلته كان من مشايخ الشوام كنت أقول له قابلته فقلت له يا مولانا الناس منتظرين يدخلوا الجنة في الآخر قال لي يا ابن اللي ما يدخلهاش في الأولى ما يدخلهاش في الآخر آه معرفش طريق ربنا سبحانه الله وذلك الله سبحانه الله يدخلهم الجنة تعرفها له وكانه اللي ما يعيش في نور العلم يعيش في نور الجمال طب إيه اللي حاصل ده طب ليه بنقول كده بنقول كده لأنه هو الحقيقة نحن نعتقد كرم الله سبحانه وتعالى نعتقد أن جنة الأولى هي نفس جنة الأخر أبدا نعتقد أن جنة الأولى هي جنة الخرد أبدا ولكن نحن نحيا في كرم الله سبحانه وتعالى ده يخلينا لا نستصغر النعم ولكن نعظم نعم الله سبحانه وتعالى ولا نستصغر سيدنا الحافظة بن حاجربي يقول له على مجلس مثل هذا المجالس يقول إيه يقول تقطع مجارس العلم لأن إذا مررتم برياض الجنة فارتع يقول تقطع مجالس العلم قطعا من الجنة على الحقيقة على الحقيقة يعني أنا لو اعتقدت أن أنا في روضة من رياض الجنة فأنا معتقد ما قاله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام